خبر حلو اللي هي جماهيري نادي الاهلي ومصر الصراحة اكرم طوفيق ساب يعني لما كان موجود في النادي الاهلي قدم اداء رائع مع منتخب مصر قدم اداء رائع خسارة كبيرة لمنتخبنا الوطني في كأس الامة الافرقية باصابة اكرم طوفيق ايضا خسارة للنادي الاهلي برضو بعدم تواجده في الفترة اللي فاتت وبالتالي ان شاء الله اكرم طوفيق من خلال مصادرنا انه هو هيعود بعد 45 يوم للتدريبات الجماعية اتمنى انه ما يستعجلش اتمنى ان الامور تتاخد اكتر من كده هدوءا في رجوعه كل منتخب مصر او النادي الاهلي محتاجه لكن يهمنا انه هو يرجع بشكل سليم ويرجع ان شاء الله رجلي قوية وسببتها في الارض ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشاكل اكرم طوفيق لانه واحد من اللاعبين المخلصين جدا في ملعب واحد من اللاعبين اللي سابوا اثر في غيابهم بشكل كبير جدا على مركز الباك يمين اعزي اقول لكم وكلنا عارفين ان اكرم اصلا بيلعب في نص ملعب لكن لما اتحط في الجابهة اليومنا لما احتاجوا النادي الاهلي واحتاجوا منتخب مصر يعني كان هايل جدا كان اكتر من رائع على الصراحة اكرم طوفيق يتمنى له العودة سريعا وان شاء الله يبقى بالشفة العاجل بأمر الله كابتن خطيب في ظل زيارة رئيس نادي وفاق سطيف النهاردة مع الستاذ عبد الحكيم سرار بينهي صفقة الخندوسي واحد من اللاعبين المميزين جدا في خط وسط نادي وفاق سطيف وبالتالي بينهي هذه الصفقة وبيتفق على كل التفاصيل الخاصة بهذا اللاعب للانضمام للنادي الاهلي الصفقة برعا ان النادي هيحصل على 2 مليون دولار وفي حالة وجوده مع النادي وحصول النادي الاهلي على دور الابطال بيزيد مليون دولار على الصفقة دي طبعا بتبقى حاجات تحفزية وفلوس تحفزية بالنسبة للنادي في حالة حصول النادي الاهلي على بطولة افريقيا بياخد مليون دولار نادي وفاق سطيف بالتالي يعني شيء جيد على فكرة القندوسي عنده 22 سنة لعب 39 مباراة في مختلف بطولات وفاق سطيف وسجل 7 هداف وصنع 6 هداف بالنسبة لنادي وفاق سطيف موسيقى موسيقى